الله أكبر الله أكبر ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد يهى الإخوة المشاهدون والأخوات من متبة المصرمة ومن جوار بيت الله الحرام وفي هذا البرنامج المبارك لدوة الحرام المكي الشريف نرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المكان الطاهر مهدف الوحي ومنبع الرسالة هنا نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الندوة ونحن نجلس الآن في جوار بيت الله الحرام سيكون حديثها عن استقبال رمضان وضيفنا في هذه الندوة المباركة شيخ جليل معروف يعرفه الصغير قبل الكبير فهو إمام من أئمة المسجد الحرام أتحف المسلمين وما زال يتحفهم بقراءته وصوته الشيجي الجميل فضيلة الشيخ عبد الرحمن العبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بجابعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بداية نرحب بشيخنا الكريم أجمل ترحيل وأهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل في هذه الندوة المباركة والتي استوحي أحداثها من جوار هذا المكان الطاهر وبتوضي هذا اللقاء أول لقاء يجري من هذه الندوة فنود من فضيلة الشيخ عبد الرحمن أن يحدثنا عن هذا البلد الأمين وهذا البلد الطاهر والحرم وقدسية الحرم وبعض النصائق التي ذهت أتفضل كيف اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى الذي هيا هذا اللقاء الطيب المبارك مع إخوتنا المشاهدين في كل مكان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا هداتا مهتدين لمنه وكرمه بالنسبة لما سألتم عنه لما يتعلق بقدسية الحرم المكين الشريف لا شك أنها قضية مهمة بل وقضية أزلية أيضا وتكاد تكون من المسلمات التي يعرفها كل مسلم فإن الله سبحانه وتعالى عظم هذا البيت وشرفه حتى إنه جل وعلا أقسم به في كتابه الكريم والقسم بالشيء دليل على عظم وشرف ومكانة المقسم به فقال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد الله أتوه وقال جل وعلا والتين والزيتون وطول سينهم وهذا البلد الأمين وامتنى الله عز وجل على الناس بهذا الحرم الآمن فقال سبحانه أولم يروا أن جعلنا حرما آمن ويتخطف الناس من حولهم فقال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فهذا الحرم الشريف منة الله عز وجل على خلقه وعلى عباده يتوبون إليه ويأتون إليه من كل فج عمير بل إنهم يستقبلونه في صلواتهم ويأتون إليه لأداء الحج إلى بيت الله الحرام وهو كما نعلم ركنا من أركان الإسلام ولا شك أن لهذا الحرم آدابا ويجب على المسلم أن يتحلى في دوار الحرم وإذا أتى إلى هذه المنطقة المباركة أن يتحلى بأحسن الأخلاق الكلمة الطيبة والتعامل الحسن وأن يرعى لهذا المكان الأدب المشروع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وأنه هذا المكان المبارك لا يعبد فيه شجر ولا ينفر فيه صيد ولا يختلى خلاه إذا كانت هذه حرمة الشجر والحجر وحرمة الصيد والطيب فكذلك حرمة المسلم بل من داب أولا وحرمة هذا المكان الطيب المبارك ولعله أيضا شيخ الله الكريم يعني إغافة هذا البيت إلى الله وطهر نعم بيتي وطهر بيتي للطائبين والعاكفين والأركع السجود واليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من دوهم وآمنهم من خلقه أحسن الله عليكم شيخ الله الكريم نعم 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 منطلق الرسالة ونهدق الوحي ولا تزال لله الحمد والمنى هذه البقعة مكلوءة برعاية الله عز وجل ثم بالعناية لولاة الأمر في هذه المجلال المباركة والفقر من الله ومن خلال هذه البقعة المباركة تنطلقوا كلمة الحق مدوية في جميع أسقاع العالم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان محاسن من هذا الدين ونسأل الله عن المدني التوفيق والسلام إزاكم الله خير ونحن نعيش هذه الأجوار ونحن الآن بجوار بيت الله الحرام يشعر الإنسان جأنه في غاية من السعادة وغاية من الأمن والإيمان والسلام والإسلام كيف لاه يعيشه جوا مملوءا بالروحانية مملوءا بالإيمان مملوءا بالتعاون بالتآخي بالتآلف بين المسلمين أجمعين في هذا المكان الطاهر الشيخ الملكريم ونعلم نعود إلى القضية التي هي محور حديثنا في هذا اللقاء وهي قضية شهر رمضان شهر رمضان كما يعلم الجميع شهر الأول هو رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عدف من الله فنحب أن نتحدث عن فضل هذا الشهر وعن كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح وصحبه الكرام يستقبلون هذا الشهر الكريم نعم لعل من فصل التوفير أننا نتحدث في هذا الموضوع المهم فنجمع بين شرف الزمان وشرف المكان نتحدث حول شهر رمضان الذي هو أشرف الأزمنة ونتحدث أيضا عن مكة المكرمة وهي أشرف الأمكنة وأيضا نزيد شرفا ثالثا وهو شرف الهدف والقصر والغاية التي من أجلها وجدت هذه النجوة المباركة وجدت هذه النجوة المباركة وهي قضية وشرف الزعوة إلى الله عز وجل وتوجيب المسلمين إلى ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم وآخرة الحديث عن الشهر المبارك شهد رمضان حديث مهم وحديث تتشوق له القلوب المؤمنة والنفوس المسلمة لأنه شهر عظمه الله عز وجل ومنع على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يخلق ويختار ويختار من الأزمنة ويختار من الأمكنة ما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وفي هذا فرصة ونعمة للمكلفين في أن يجتهدوا في استغلال هذه الأيام المباركة وهذه اللحظات الفاضلة فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى وكلنا بحاجة إلى رفع جدرجاته وففير سيئاته وهذا الشهر المبارك هو فرصة من الفرص العظيمة التي يتحقق فيها هذه القضية المهمة أولا يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَذِرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَجْفَقُونَ أيام المعدودات إلى قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي ينهد فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر قريص ومن كان مريضا أو على سفر فغدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد لكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ففي الآية الأولى نداء للمؤمنين ونداء المؤمنين بشرف الإيمان تجعلهم يتشوفون إلى هذا النداء من ربهم تبارك وتعالى وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ففي هذه الآية بيان من الله عز وجل لأنه سبحانه كلف عباده بأداء صيام هذا الشهر المبارك وأنه كتبه عليهم وألزمهم به وجعله ركلا من أركان الإسلام كما في الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه ما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فشهر رمضان المبارك شهر عظيم وموسم كريم شهر يستقبله المسلمون بالرغبة الشديدة وبالحب وبالفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه كم من تائب مجنب يتمنى دخول هذا الشهر الكريم ليتخفف من ذنوبه ويتوب إلى ربه ومولاه لعل نفحة من نفحات اللهم تبارك وتعالى تدركه ولعله يكتب منه تقاء الله من النار في هذا الشهر النظام وكذلك المسلم المسابق إلى الخيرات فإنه يجعل من هذا الشهر منطلقا لأداء العبادة لله تبارك وتعالى بشتى أنواعها من تلاوة القرآن من حسن الصيام من القيام من الاعتكاك من الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله وكلها فرص يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يفرح بها وأن يشارك في هذا الشهر المبارك بالعمل الصالح لعله يحظى بمغفرة الله ورحمته ورضوانه وعطقه من الله والحديث الحقيقة عن هذا الشهر حديث كثير وذو شدون والآيات فيه والأحاديث كثيرة منها ما خص الله عز وجل هذا الشهر بخصائص كثيرة خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص ليست لغيرها منها أن حلوفك المصائم يطيب عند الله من ريح النسر ومنها أن الله يغفر لعباده في آخر ليلة من رمضان وهذه نعمة عظيمة وهي سنن البيهقي وصحيح ابن خزيمة نعم لو قبنا الشيخ الكريم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح النسر لما لعقد مقارنة ليلة خلوفة بالصائر ودم الشهيد دم الشهيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الشهيد يوم القيامة اللون الدم والرائحة ورائحة المسك لهم ضل رائحة المسك في دم الشهيد بعل الشهيد مزلته عالي وَلَا تَحْسَبَدْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُوَاتَا بَلْ أَحْيَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهُمِ ذَكَا وَالْفَرِحِينَ بِمَا آتَا عندما لأتي إلى الصائر نجد أنه أو خلوفه ورائحة الفن المتغيرة هذه أطيب عند الله من ريح النسر هذه وقتة أيضا ما في شك أنها وقتة نعم وهي وقتة أيضا تعتبر حافزا للهمم باستغلال هذا الشهر المبارك بل ورد أن إدراك نهمة شهر رمضان على الإنسان نهمة عظيمة كما ورد بمصلب أحمد وغيره بحديث الثلاثة الذين ستشهد اثنان منهم وبقي واحد فقال عليه الصلاة والسلام رآه عليه الصلاة والسلام وهو يسبق هؤلاء الشهداء درجة فقال أوليس قد صلى بعدهم كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه والله إنما بينهما لا أبعد بما بين السماء والله فهذه بنهمة عظيمة حقيقة حافي ودافع للعبد أن يستغل لآله النعمة وهي إدراك شهر رمضان بالعمل الصالح والإخبال على الله كبارك وتعالي نحن نرجع إلى سنن البيهقي الآن نعم ورد حديث سلمان في سنن البيهقي صحيح ابن رزيما الحديث سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر كريم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وهذا حديث طويل فيه أنه شهر الصبر وأنه شهر المواساة وأن من فطر فيه صائم كان مغفرة لذنوبه وعفق رقبته من النار وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن يكثر العباد من خصلتين خصلتين ترضون بهم ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتين أربع خصالة أما الخصلتين اللتان ترضون بهم ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرون وأما الخصلتين اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيدون به من الله إذا كان هذا هو الشهر وهذه نزايا وهذه خصائص فلا يجدر بالعبد أن يقبل على الله تبارك وتعالى وأن يستغلنا هذا الشهر المبارك وأن يتأدف بأداد الصيام وأن يستقبل هذا الشهر استقبال الضنيم واستقبال العضش الذي يجد الماء الصافي العبد الزلال فيسد رمطه ويشبع نهبه شيء فتنين سبحان الله الإنسان حتى غير المجتهد في الطاعة أو حتى غير المقبل أو المكتب في الطاعة في غير رمضان يجد في رمضان قبولا على الطاعة أو قبالا على الطاعة بشكل يعني ممكن نقول أنه إنسيابي لا شعوري يقبل مع الناس على الخير وأقول لعله هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكبر أنه تفتح فيه أبواب الجنان تغلق فيه أبواب الله وتصفد فيه مرضة الشياطين كما أكبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها من الأمور المساعدة ويلادي منادن يا باقي الخير أقبل الله الله أكبر هذه البشارة العظيمة التي تفتح باب الأمل ولله عتقا من الله ثم فما ذكرتم في آخر ليلة يغفر الله عز وجل الله وهنا سؤال هذه الليلة هل هي ليلة القدر التي يغفر الله عز وجل فيها لجميع من صامر الأضاء؟ هذا أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال يا رسول الله هل هي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إذن ما يوفى أجره إذا قضى عمله وهذا من سعة فضل الله عز وجل ورحمته بعباده وفتحه أبواب الخير لهم وهو سبحانه وتعالى مع ما يعتق في ليلة القدر من عتقاء من النار فإنه يعتق في آخر ليلة فأيضا كثيرين نسأل الله أن يشملنا بعرفه ورحمته أكوتي المشاهدين هذا الشهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار عليه الشيخ برحمن أنه من تقرب فيه بخصلة من الخير كانت من أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فيه فريضة كانت من أدى فيه سبعين فريضة كانت من أدى سبعين فريضة فيما سوى هو شهر الخيرات شهر البرتات شهر النفاحات شهر التجليات شهر العتف من الميران أسأل الله الكريم رب العالم العظيم أن يعتق نقابنا جميعا وأن يمنع علينا بواسع فضله وثرمه وجوده الحديث ذو شجون والحديث أيضا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن يحلو ويعذب ولكن وقت البرنامج فيما يبدو لي أنه قد شارف على الانتهاء فنعيدكم أخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات أن نستكمل الحديث إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة لا يساعدني في نهاية هذا البقاء إلا نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز السبيس إمام وخطيل المسجد الحرام وأعضوا هيئة التجريس في جانعة أم القرى أيضا أشكركم أنتم على حسن الاستماع والإنصاف حتى نلقاكم نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صدق الله ومن أصدق من الله حديثا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم أعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعيده على الأمة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة